صدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنى فيه دنيانا تطيب يدعو الإله عباده منذ دعاه فلن يخيب فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب وعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب ولتسألي الشيخ يجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعي بإحسان إلى يوم الدين مرحبا بكم أخواني واخواتي بهذا اللقاء الجديد في هذه الأيام مباركة سائل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم فيه على الصيام والقيام وأن يتقبل مني ومنكم أعمالنا بمنه هو كرمه لقاؤنا كالمعتاد تدارس ما تيسر من المسائل سائل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا لنا ولكم بمنه وكرمه من المسائل التي نحتاج إليها وهي مسألة بينا نعلم والله الحمد وهي مسألة قراءة القرآن في حديث مسعود وأجر قراءة القرآن في قوله في حديث الله مسعود من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أما ما يتعلم فضل القرآن وقراءة القرآن هذا أمره واضح وأدلته متواترة إنما القصد النظر في هذا الخبر الخبر النظر فيه من جهته من جهة ثبوته ومن جهة معناه أما من جهة ثبوته فقد وقع خلاف في هذا الخبر ويحتاج إلى تحرير كلام فيه هو الخبر من رؤية محمد بن كعب عن عبد الله بن مسعود واختلف في سماعه منهم من أثبته ومنهم من نفاه ظهر كلام كثم يعلم ثبوت هذا الخبر واتصاله ثم منهم من رفعه منهم من وقفه لكن حتى إذا قيل بوقفه فإن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع وهذا الخبر يدل على فضل قراءة القرآن بهذا الأجر وهو أن كل حرف بعشر حسنان واختلف في الحرف هل هو حرف الهجاء أو المراد بالحرف الكلمة فإذا قلت مثلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هل الألف حرف واللام حرف والها حرف والميم حرف والدال حرف وعلى هذا يكون فيها هذه الكلمة خمسون يكون فيها خمسين حسنة أو خمسون حسنة بمعنى أن كل حرف فيه له عشر حسنات أو أن فيها عشر حسنات عشر حسنات وأن الحرف المراد به الكلمة على قولين لأهل العلم على قولين لأهل العلم ظاهر كلام الحناب رحمة الله عليهم كما ذكر المفلح رحمه الله وأنه ناقله القاضي وقاله ظاهر قول أصحابنا أن المراد بالحروف هنا حرف التهجي وعلى هذا كل حرف من الكلمة وجزء من الكلمة يكون بعشر حسنات وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك بعده ابن كثير رحمه الله وبعده ابن الجزر حينما سأل من كثير رحمه الله فقالوا إن الحرف هنا الكلمة الحرف هنا الكلمة وقالوا إن الخبر يدل على ذلك لأنه قال في الخبر لا أقول ألف حرف ولام حرف يعني نعم أقول ألف لام ميم ألف لام ميم ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لام ميم وعلى قول من قال إن المراد بحرف التهجي يكون في هذه الحروف يكون فيها تسعون حسنة لأنها تسعة أحرف ألف لام ميم ألف ثلاثة أحرف ولام ثلاثة أحرف والميم ثلاثة أحرف لكنه قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهنا الحرف كلمة كل حرف كلمة كما يقولون أنه الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف الاسم إلى اسم وفعل سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا وكذلك أو حرفا ولهذا لما قال الخليل رحمه الله لطلابه أمرهم أن ينطقوا بإزاي قالوا كيف تنطقون به قالوا أزاي قال نطقتم بالإسم أما هي إما قال زاء أو زه قال نطقتم بالإسم فالمراد هنا حينما ينطق الإنسان باسمها فهي كلمة أما حينما ينطق بها حرف هجاء فهي حرف في كلمة ولا يعلق الأجر بالحرف إنما يعلق الأجر بالكلمة التي فيها هذه الحروف حينما يكون حرف جزء كلمة أما حينما يكون الحرف اسما فإن فيه عشرة حسنات وهذا واضح حتى في اللغة نزيل نقوم على سبعة أحرف حرف هذا الشيء وما أشبه ذلك وهذا القول أظهر من جهة أن الخبر فسر بهذا فسر بهذا قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف والمسلم يقرأ القرآن ويرجو فضله سبحانه وتعالى فإن كان الأمر على ما ذكره من قاله العلم وأن الورد حرف التهجي فالحمد لله فهو خير عظيم وإن كان خلاف ذلك فكذلك له بكل كلمة عشر حسنات لكن روي عن أحمد رحمه الله أنه كان يختار بعض القراءات التي فيها جتهم فأجل لهما فأجالهما فكان يختار فأجالهما لجيالة حرف على قوله رحمه الله أن المراد بذلك الحرف حرف التهجي وهما قولان في المسألة كما تقدم والإنسان إذا عمل عملا يرجو من ربي سبحانه وتعالى جزاه فالله سبحانه وتعالى يقول عند ظن عبدي بي وفضله سبحانه وتعالى واسع ثم يتعلق بهذه المسألة أيضا مسألة أخرى وهي أنه ينبغي أن يعلم أن الأجر متعلق بالقراءة لا بمجرد النظر ربما يقرأ بعض الناس بعينيه وهذا يقع من كثير ممن يريد ختم القرآن ويجتهد في أن يختمه في وقت يسير فيحدق بصره في القرآن فيمر عينيه على الوجهين والثلاثة في ظرف ثوان وهذا وإن كان على خير لكن ليس الوارد في الخبر ولا يحصل له الأجر الوارد هذا في العالة لا يعتبر قراءة إنما تفكر وفيه نظر يعني إن كان هو يعني ينظر ويتأمن لا شك لكن إذا كان مجرد إمرار نظر فيكون التفكر موضع نظر إنما يأتي من وجه وهو النظر في المصحف هل هو عبادة وليس عبادة هذا الله أعلم جورد حديث النظر في المصحف في العبادة والحديث لا يصح الحديث لا يصح إنما الذي ثبت أديم النظر في المصحف هذا عن مسعود رضي الله عنه رواه بن أبي شيبة وغيره أديم النظر في المصحف والمراده رضي الله رحمه فضل التلا وهو القراءة في المصحف بمعنى أنه حينما يقرأ في القرآن فيجمع بين عبادتين عبادة التلفظ بقراءة القرآن وعبادة أخرى وهو النظر فكونه يستعمل جارحتين في قراءة القرآن أفضل من كونه يستعمل جارحة واحدة فحينما يقرأ عن ظهر قلب مثلا فإنه يستعمل جارحة واحدة وإذا قرأ بالنظر وباللسان فإنه يستعمل جارحتين ولا شك أن هذا وهذا أفضل وليس على الإطلاق كثير من عم فصل في هذا حينما تكون قراءته مثلا عن ظهر قلب أبلغ في حضوره وأبلغ في تأمله مثلا ونحو ذلك فهذا لا شك أفضل وهذا يأتي في مشألة كثرة القراءة أيهما أفضل كثرة القراءة مع كثرة الحروف التي يقرأها أو قلة القراءة مع تأمله وتفكره هذا يختلف بحسب القارة مثل أيضا كثرة الصلاة مع يعني كثرة الركعات والتسليمات مع تخفيف القيام والركوع والسجود أو قلة الركعات والتسليمات مع إطالة الركوع والسجود هذا يختلف بحسب المصلي كذلك هذا يختلف بحسب القارة لهذا قال وأحضر gi الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة فكلاهما قارئ القرآن هذا يجهر وهذا مسر فنزلهما منزلة الجاهر بالصدقة والمسر بالصدقة فالصدقة تكون أحيانا أفضل جهرا وأحيانا أفضل سرا فكذلك قراءة القرآن فهذا هو الأظهر والله أعلم مثل ما تقدم ولكن عودا على ما سبق مسألة النظر في المصحف من نصة النظر فإن هذا لا يعتبر قراءة لأنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا منه هذا ما يقرأ هذا ما يقرأ وقال عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكامرة في حديث عائشة في الصائحين كذلك في الحديث آخر ورد حديث في حديث ابن سعود وحديث ابن عمر وحديث صائحين حديث بريره البخاري لكن في بعضها أنه أخبر عليه الصلاة والسلام يتلوه أناء الليل وأنا النهار يتلوه والتلاوة فيها أمور القراءة لفظا واتباعه عملا يتلوه يتبعه فهو يقرأه قراءة يتلفظ به ويتبع ما فيه ولهذا جاء في رواية أنه قال يعمل أو يتبع ما فيه فهذه القراءة المطروف ولهذا لو أن إنسان قام في الصلاة وأمر الفاتحة في خاطره لا يعتبر قانع القرآن ولا تجزئه بل لا بد من أن يحرك لسانه بذلك ولا تجزئه القراءة في خاطره إنما لا يلزم على الصحيح أن لا يلزم أن يسمع نفسه بل يكفي أن يقرأ بلسانه لأن المقصود هو القراءة فإذا قرأ حصل المقصود ولهذا عندنا القراءة السرية وعندنا القراءة الجهرية القراءة السرية هو القراءة الجهرية ولا يلزم في القراءة أن يسمع نفسه لذي الواجب هو أن يحرك لسانه كما تقدم فلهذا ينبغي يعني العناية بهذا وهو حينما يقرأ الإنسان القرآن أن تكون قراءته إذا كانت نظرا عن طريق تحريك اللسان ويتسهد أيضا بعبادات أخرى من حضور والتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى هنا مسألة أيضا أو مسألة أخرى في هذا المجلس تتعلق بالصيام نعلم أن الإنسان قد يصوم في بلد ويفطر في بلد آخر يشهد بلد آخر قد يسافر مثلا ليلة العيد في البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر هو يعني قد يكون بالعكس فالمقصد أنه حينما يسافر إنسان من بلد تقدمت فيه الرؤية تقدمت فيه الرؤية إلى بلد تأخرت فيه الرؤية فوافق اليوم فصام ثلاثين يوما ثم سافر إلى بلد آخر وكانت تأخرت رؤيتهم للهلال وكان هذا اليوم عندهم اليوم التاسع هو اليوم التاسع والعشرون مثلا أو القصر المتمم مثلا للثلاثين مثلا هو قد صام يعني ثلاثين يوما في هذه هل يصوم معهم أو يفطر أو مثلا بالعكس لو أنه صام ثم سافر إلى بلد آخر في اليوم التاسع وافق عندهم يوم عيد وافق عندهم يوم عيد مثلا ما صام يوم التاسع والعشرين وافق عندهم يوم عيد هل يفطر معهم بحكم أن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس هذه وقع في خلافه أما في صورة الفطر هذه أوضح فمن سافر إلى بلد ووافق العيد عندهم وكانوا قد تقدمت رؤيتهم قد تقدمت على البلد الذي سافر منه ورأوه ليلة الثلاثين وهو لم يصوم إلا ثمانية وعشر يوم فالصحيح أنه يفطر معهم لأن الفطر يوم يفطر الناس وهذا لا مضرة فيه لأنه يمكنه أن يقضي بعد ذلك والشهر لا يكون ثمانية وعشر يوما بل إما تسع وعشرون وإما ثلاثون كما في الصحيحين من حديث من عمر نقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيديه ثلاثا عشر وعشر ثم قال الشهر هكذا الشهر هكذا وهكذا وخنس إبهامه في ثلاثة أي تسع وعشرون في هذه الحالة بعد العيد يصوم يوما يكمل تسع وعشرين تسعة وعشرين يوما يكمل تسعة وعشرين يوما هذا فيما إذا صام إذا أفطر معه في التاسع والعشرين أما في الصورة الأخرى إذا صام ثلاثين يوما ثم ذهب إلى بتأخرت رؤيتهم فوافق عندهم يوم الثلاثين وهو قد صام ثلاثين يوما هل يصوم معهم ذهب ظلم لأنه يصوم معهم لقول النبي عليه الصوم يوم يصوم الناس من العلم من قال في هذه الصورة لا يصوم معهم بخلاف الصورة التي سبقت لأنه لا محذور فيها فهو يحصن المصنحة في موافقتهم أما القضاء أما ما فاته من هذه اليوم فيمكن أن يتلافى يقضيه أما في هذه الصورة وهي حينما يتم صوم ثلاثين يوم فإذا صام معهم صام واحدا وثلاثين يوما والشهر لا يزيد على ثلاثين يوما ففي تغيير لصورة الصوم بأن نوجب عليه ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وزيادة على الواجب بخلاف ما إذا صام الناس وهو مثلا لم يثبت عنده يصوم معهم حتى لو قال الدعا رؤية لهنا لكن له لم تقبل شهادة أو نحو ذلك ولم يشهد فيصوم مع الناس فالصوم يوم يصوم الناس تقرر لكن في زيادة على الثلاثين فالشهر كما أخبر عليه الصلاة والسلام لا يزيد على ثلاثين يوم فالأظهر والله أعلم أنه لا يجمه الصوم في هذه الصورة لا يجمه الصوم في هذه الصورة لكن لا يظهر الفطر إلا عند من يعلم حاله من يعلم حاله أنه إنسان مثلا قد تم الصوم أو نحو ذلك فهذا لا بأس به ولهذا الإنسان ربما يأتي إلى بلد وهو مفطر ومسافر مفطر لكن لا يجاهر بالفطر خشت أن يتهم إلا من يعلم حاله من الناس أنه مسافر وأنه مفطر وهذه مسألة كما تقدم من المسأل الاجتهادي خاصة في الصورة الثانية لكن هذا هو الأظهر والله أعلم للظاهر في حصر النبي عليه الصلاة والسلام الصوم وأنه لا يكون إلا الشهر لا يكون إلا ثلاثين يوما المسألة الأخرى في هذا اللقاء وهي مسألة دخول المسجد دخول البيت دخول الخلاء والعكس الخروج من المسجد الخروج من البيت الخروج من الخلاء ونحو هذه الأماكن التي يجتمع فيها مفضول وفاضل هل يسن الدخول باليمين والخروج بالشمال هذه المسألة تكلم فيها العلم فيها صور يكادون يتفقون عليها لثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثه عائشة وكان يعجبه التيمم في تنعله وترجله والطهر وشأني كله عند مسلم في تنعله إذا تنتعل وفي تطهره طهر وفي ترجله إذا ترجل وجاءت ألفاظ أخرى عن عائشة رضي الله عنها في هذا الخبر فهذه قاعدة عامة يطبق عليها يكاد يطبق عليها الشراء إن لم قال إنهم أطبقوا عليها وأنهم قالوا إنما كان من باب التكريم والزينة فإنه باليمين وما كان بضد ذلك فإنه بالشمال وعائشة رضي الله عنها قررت قاعدة عظيمة في هذا الباب ثم ذكرت أنموذجا من هديه عليه الصلاة والسلام ثم قالت وفي شأنه كله في شأنه كله وهذا أكدته بقولها في شأنه في أمره كله ولم تخص شيئا وشأنها عليه الصلاة والسلام يكون في أبواب العبادات ويكون في أبواب معاملات ويكون في أبواب أخرى مثلا في دخوله وخروجهم إنما ذكرت أنموذجا يقاس عليه واحتذى عليه ولو كان هذا خاصا بحال من الأحوال لبينت رضي الله عنها ومعلوم أن هذا المراد ما كان من باب التكريم أن المراد ما كان من باب التكريم لأن هناك دلة خاصة تدل على أن البداءة بالشمال أو استعمال الشمال ما مستحب أو واجب في بعض الأحوال وهذا ما كان بضد ذلك إنما عائشة رضي الله عنها قالت ذكرت أشياء هي تكون من باب التكريم وهذا حينما يستعرض فإنه يرى أنه من هديه عليه الصلاة والسلام يعني الذي سكتت عنه عليه الصلاة والسلام دلت عليه النصوص الأخرى في أشياء كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعمل اليمين فيما كان من باب التكريم والشمال ما كان من بضد ذلك مثلا كان عليه الصلاة والسلام كما أن السنة أخذ الماء باليمين للاستنشاق والاستنثار يكون بالشمال لأنه من باب إزالة الأذى ووضع الماء في الأنف من باب التكريم لأنه ماء طيب طاهر المقصود منه التطهير لكن الإزالة إزالة الأذى تكون بالشمال فلهذا استعملت اليمين في دخال الاستنشاق والإزالة والاستنثار تكون بالشمال كما تقدم كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل غسل شقها الأيمن في الوضو كما يحلي عايشة في البخاري مع أن الأصل في الوضو أنك ما تمسح شقك الأيمن لا تمسحهم وجميعا لأن المسح هنا يكون باليدين جميعا المسح يكون باليدين جميعا الوجه تغسل وجهك مرة واحدة ما تغسل الشق الأيمن فما كان الفعل واقعا بهما فإنه لا يفرق اليمين عن الشمال مثل مسح الأذنين مسح الأذنين لأنهم عضوان تابعان ولهذا في اليدين تغسل اليمنى ثم اليسرى والرجلين اليمنى ثم اليسرى لأن كل عضو مستقل وبل ذهب بعضها العلم وإن كان خلاف قول الجمهور إلى وجوب تقديم اليمين على الشمال لأنه فعل عليه الصنام وتفسير المجمل الواجب في الكتاب العيز المقصود أن هذا منه عليه الصنام في استعمال اليمين في باب الوضوء كذلك أيضا لما حلق شعر عليه الصلاة والسلام بدأ بشقه الأيمن بدأ بشقه الأيمن في شأنه كله كما قالت عائشة في هذه الأمور وفي غيرها كل ما كان على هذا الوجه فإنه يكون من اليمين كذلك كذبت في الصحيحين أنه كان يبدأ باليمين جهة اليمين من الإنسان لما في حديث ابن عباس في حديث سهل ابن سعد في قصة الغلام مع الأشياء وحديث أنس في قصة الأعراب مع بكر رضي الله لما كان العراب عن يمين وهوه وكر عن شماله فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ باليمين واستأذن الغلام ولم يستأذن الأعراب فبدأ باليمين بل في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس لم قال لم قال الأيمنون الأيمنون ثم قال ألا فيمنوا هذه كلمة عامة ألا فيمنوا وهذا يعني إطلاق بعد تقييد حينما ذكر قال الأيمنون يعني أن الأيمن أفضل ثم قال ألا فيمنوا وهذا ألا حرف استفتاح لكلام جديد فيمنوا وحذف متعلق الشيء الذي يبدأ باليمين وحذف متعلق مشعر بالتعميم أنه عليه الصلاة والسلام بدأ باليمين أو أمر به كذلك هو عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه هذه رواية شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عند الترميذي ورواية زهير المعاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه عند أبي داول ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا لبستم ويتموتوا ببدأوا من أمينكم وإن كان قال رواية الأعمش ربما رواية شعبة قد تكون أظهر ويحتمل أنه أمر به وفعله عليه الصلاة والسلام فهذا يبينك أمر كذلك أيضا أخذ العلام من هذا البداءة باليمين في مسأل دخول المسجد والخروج منه والدخول للبيت والخروج منه وهذا في الحقيقة قد ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه وقال باب التيم بدخول المسجد وغيره وقال في باب الأكل ذكر التسمية على الطعام وغيره ذكر هذا وهذا في الحقيقة من حسن تفقه الإمام البخاري رحمه الله وعمله بالعموم وهذه المسألة أيضا لها أشياء أخرى فالعنو الشريف الدرس الآتي إن شاء الله والله أعلم وصل الله على مبارك عن نبينا محمد يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنى فيه دنيانا تطير يدعو الإله عباده منذ دعاه فلن يخيب فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب واعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخة يجيب وعند تسألي الشيخة يجيب تسمو بذي تسمو بذي